بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نحن مع نظام ديمقراطي حق السؤال كان هذا النظام الديمقراطي يميله إلى النظام الرئاسي أو إلى النظام البرلماني لكن وفي الغرب وهو النموذج الديمقراطي هناك أنظمة برلمانية ديمقراطية وأنظمة رئاسية ديمقراطية أيضا لكن بحكم التجربة في تونس أن تونس خضعت لنظام رئاسي شديد فنحن ومعظم الناس يميلون إلى أن يكون النظام البرلماني أن تخفف مسؤولية الرئيس إلى درجة أن يصبح رمزيا أو أن يكون مزيج بين النظام البرلماني والرئاسي برلماني أي هو وسط بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي على نحو أن الرئيس تبقى عنده مسؤوليات حتى البلد ما يتمزقش وأيضا تكون مسؤولية محدودة لصالح الحكومة أن تكون حكومة قوية منتخبة يمكن مراقبتها يمكن تغييرها فنحن إذن نميل إلى نظام برلماني مع مزيج من النظام الرئاسي نحن الآن بصدد إعداد برنامج اقتصادي لأن الفطرة السابقة لم نكن مشغولين بإعداد البرامج كنا مشغولين بالدفاع عن وجودنا الذي كان مستهدفا من طرف النظام المخلوع نحن الآن نعد برنامج خطوته الرئيسية هذا البرنامج هو يركز على التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية يركز على أن يكون لأن تكون هذه التنمية مستقلة لا تكون متابعة للخارج أن تكون هذه التنمية متوازنة بين الفئات أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب العمال أن تكون متوازنة بين الجهات فلا تكون هناك جهات محرومة وهي الجهات الداخلية والجهات الساحلية جهات نامية نريد تنمية تشارك فيها النساء يشارك فيها الرجال نريد تنمية تراعي البيئة لا تدمر البيئة تنمية التي قادها كان فيها تدمير البيئة فمدينة سفابس الآن تعتبر مدينة كوارث ومدينة جابس كذلك تعتبر مدينة كوارث بسبب تدمير البيئة فنحن نريد تنمية تراعي البيئة تراعي التوازن بين الجهات وتراعي التوازن بين الفئات تنمية مستقلة تنمية مستديمة فلا يعيش جيل على حساب الأجيال السابقة وإنما تكون تنمية متواصلة هذا يدل على همية حركة النهضة لأن المجتمع التونسي ليس منقسم حول الأحزاب الأخرى لأنه لا يعطيها أهمية كبيرة ومنقسم حول النهضة لأنها حركة كبيرة ولأنه ينظر إليها لأنها يمكن أن تقوم بشيء لإنقاذ المجتمع التونسي ولكن الانقساب ليس بهذه الدرجة فنحن نعتقد أن أغلب المجتمع التونسي هو مع النهضة ومتعاطف مع مظلوميتها لأنها كانت أكبر حركة مظلومة في عهد الرئيس المخلوع والناس يتعاطفون مع المظلوم نحن نريد أن نكون عند حسن ظن شعبنا الذي يثق فينا إن شاء الله أما ماذا سنفعل من أجل توحيد المجتمع التونسي؟ المجتمع التونسي في الحقيقة مجتمع موحد فالتونسيون دينهم واحد مذهبهم واحد عرقهم واحد ليسوا أعراقاً لغتهم واحدة ولذلك أيضاً استطاعت جماعة النهضة استطعنا أن نتحاور مع الأحزاب العلمانية الأخرى خلال العشر سنوات الماضية ووصلنا إلى تكوين اعتلاف ديمقراطي اسمه حركة 18 أكتوبر ضمت هام الأحزاب الديمقراطي والليبرالي والعلمي والشوعي والإسلامي حول برنامج مشترك يتكون من الإيمان بالديمقراطية والتعددية والمساواة بين الجنسين واعتبار أن تونس والاتفاق حول هوية تونس أنها دولة عربية إسلامية هذا أصبح قدر متفق بيننا وبين أهم أحزاب المعارضة في المجتمع التونسي موحد في الحقيقة ولكن بعض الناس الآن يستخدمون بزنس الخوف يخوفون الناس من النهضة يخوفون العلمانيين يخوفون النساء وهو في الحقيقة سياسة يعني يستخدمون سياسة بن علي في فزاعة الإسلاميين من التخويف ولأن الشعب التونسي ثار على بن علي فالمفروض سياسة التخويف هذه تنتهي الزينة من التخويف الشعب معاش خاف إلا من خالقه تاريخياً نحن حركة مضروبة تاريخياً نحن حركة مضروبة هنا هي دولة كانت تلتفتنا نحن الناس يلتفتوا للأحزاب اللي ممكن تحكم بينما نحن حركة خلال عشرين سنة والرحاة تدور عليها نحن معروف تمويلنا من أعضانه لأن كل منتمي للنهاز يتعاقل كل شهر كل دخله يدفع خمسة بالمئة منه للحركة بل في نهاية السنة يدفع نصف شهر في كل سنة لتمويل الحركة ونحن عنا زكاة كل إنسان صاحب مال يدفع زكاة وأيضاً والصدقات هذه الحركة كانت محتاجة لأحد لتمويلها لأنه أبناها وبناتهم اللي تولوا تمويلها